الدعاء لسيد العملي فاروق طبعا نائب رئيس النادي الاهلي وكلنا بنتمنى له الشفاء العاجل وتخطي هذه الوعكة الصحية المفاجئة اللي تعرض لها بالامس وخضوعه لجراحة دقيقة في المخ للسيطرة على النزيف الحقيقة زي ما مريم قالت برضو من شوية ان ما فيش حد من المبارح من الوسط الرياضي ما كانش موجود في المستشفى وكل كان بيدعيله وبيدعيله من قلبه يعني رؤساء اتحادات رياضية اعلاميين رؤساء قندية كابتل حسين لبيب طبعا رئيس الزمالك دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعادت لها حصرة له كانوا موجودين كلهم في المستشفى واحنا بدورنا طبعا يعني بنطالب الجميع بالدعاء لي لان في مواقف معينة الواحد ده يملك فيها غير الدعاء فبندعيله بالشفاء العاجل وان شاء الله يعني ربنا يمن عليه بالشفاء في اقرب وقت بإذن الرحمن بإذن الله